السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك حبيبا عاملين ايه يا رب كلكم تبخونوا بخير واهلا وسهلا بكم جميعا في قناتي مروة ظهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاصة بصطف الرابع الابتدائي في مادة العلوم هنعمل مع بعض ريديو على كتاب الباهر في مادة العلوم هعرض لكم الكتاب بطرقة بسيطة جدا قبل ما ابدأ الفيديو باتمنى كلكم تدعموني بلايك للفيديو وتشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعرات بالفيديوهات الجديدة اللي هنزلها ان شاء الله اول حاجة معايا الكتاب بادئ بطريقة بسيطة جدا زي ما انتوا عارفين الفيهرس اللي بيكون في محتويات الكتاب ده موجود في بداية الكتاب بعد كده عارض اول مفهوم معايا بعنوان التكايف والبقاء عارض الدرس بطريقة مميزة جدا وملخصة جاي بالصورة اللي بيتكلم عنها الحيوان وبادئ يعرض الحيوان ده بيعيش فين طرق التكايف بتاعته مع البيئة اللي هو موجود فيها كمان الجزء التاني من الدرس بدأ يعرض لي وبيحكي على انواع التكايفات السلوكية والتركبية وبيجاي بمقارنة بنسعلة بالفانك وبنسعلة بالقطبي وبنقرش الصور وعمل كمان تدريبات قيم نفسك مع كتاب الباهر بطرقة بسيطة جدا جاي بالتدريبات دي عارض فيها بقى ايه عارض فيها الاختياري عارض فيها صوب ما تحتها وخطأ اكمل العبارات اكتب المصطلح العلمي اسئلة علل ماذا يحدث في الحالات الاتية وكل الاسئلة شاملة بنتناول بعد كده الجزء التاني بدأ يدخل على التكايف في النبات وعارض معايا شجرة الصمت المظل يجيب طرق التكايف بتاعتها وازاي بتتكايف البيئة وتكون عايشة مع المناخ اللي هي موجودة فيه ومقسم لي بقى ده حلوة الكتاب انه هو مقسم الطرق التكايفية والطرق السلوكية اديها بطريقة ملخصة جدا لو حضرتك مش بتدي لابنك دروس تقدر تجيب الكتاب الكتاب ملخص نفسه وتقدر تشتغل منه الكتاب ظاهر جدا بعد كده بيعرض الكتاب تدريبات وراء كل درسك تدريبات شاملة جدا وتدريبات جميلة عارض الجهاز التنفسي وعارض الجهاز الهضمي وعارض تأثير الانسان على البيئة وكمان في نهاية الدرس في نهاية الكتاب في نهاية المحور عارض حاجة اسمها زي كده قموص جايب كل المصطلحات المهمة اللي جات في الدرس من خلال جميع انواع التعريفات اللي مطلوب مني يكون ابني عارفها ويكون فهمها بعد كده عارض معنا كمان اسئلة شاملة على المحور الاولاني كله المفهول من الاول دخل على المفهوم التاني بتاع كيف تعمل الحواس عرضه بطرقة شيقة ملخصة اسئلة متنوعة كمان عارض هنا المفهوم التاني جايب لي بتاعة القطعة بتاعة القدرات الفائقة لحواس الدولفين وعرضها وعرض اسئلة متنوعة كل الكتاب بصراحة شيق وبسيط جدا وعرض المحتوى بشكل بسيط ومميز كمان عارض هنا في نهاية كل جزء زي ما انتم شايفين بيقدم اسئلة متنوعة وكمان جايب الملخص التكملي كله للمحور بشكل بسيط جدا زي ما انتم شايفين قدامكم اهوت دي اسئلة كاملة على المحور وكمان بدأ في نهاية المفهوم بيلخص الدرس بطريقة سهلة ان هو بيعرض كل الاسئلة اللي بيكون وردة على الدرس وكل التعريفات اللي مفروض ولادنا يكونوا عارفينها من اول اسئلة بين اسئلة صل اسئلة توصيل اسئلة استخرج الكلمات المختلفة اسئلة صح وغلط اسئلة اختياري زي ما انتم شايفين وصلنا مع بعض للمفهوم الرابع التواصل ونقل المعلومات عرضه بطرقة بطرقة بسيطة وسهلة جدا على فكرة ما فيش فيها اي صعوبة وملخص عن الكتب التانية كلها بصراحة انا شايفت كتاب عرض المحتوى بشكل بسيط اي طالب يقدر يحلي فيه على فكرة حتى لو طالب مستوى ضعيف يقدر يقرأ الكلام ده ويقدر يحله بطرقة سهلة وده بتعتبر اصلا ميزة في ميزة كتب الباهر ان هو يقدر يعرض الكتاب بطرقة سهلة هنا جايب المشروع الاول كلته وبدأ يعرض تاني كل الحيوانات اللي عرضها معايا جايب لها صورة وجايب قصادها نوع التكيفات وبتعيش فيه ده ممكن ترتبط في الزهن ولادنا بطرقة سهلة من خلال المذاكرة ومن خلال الفهم زي ما انتم شايفين عارق كل حاجة شجرة الصمت المظل الكابوك وتلخصات بسيطة لها التغيرات الطبيعية بتكون زي ايه التغيرات البشرية ده بتاع اخر درس في المفهوم الاول جارب الانشطة البشرية جايب الضفدع الزهبي جايب النمس المصري الدولفن الحواس الخامسة الحيوانات الليلية اللي بعرضها السعبان والخفاش والجوم جايب الجهاز العصبي في الانسان جايب الأربوع القافز بالصراحة ما سابش اي حاجة وفي نهاية الكتاب بيعرض اسئلة على المحورين اللي علينا والمفهومين اللي علينا وبدأ يعرض نميزج متنوعة والنموذج المتنوعة بيبدأ عبارة عن عشر نمازج متنوعين هم لا ده مش عشر نمازج ده كمان عرض عشرين نموذج وفي النهاية جايب اجابات كاملة للنمازج دي وكل اسئلة اللي عرضها خلال الدروس جايب الاجابات بتاعتها ان شاء الله بإذن الله مع اسئلة كتاب الأضواء اللي انا قلت لكم ان احنا نشتغل منه هعرض معاكم جميع الاسئلة اللي موجودة هنا وهحلاها معاكم في كتاب الباهر ان شاء الله بإذن الله يا ربكم بقدم لكم معلومة مفيدة كنت معاكم مروة زهرة اللي انا قلت لكم